السلام عليكم. هنعمل النهاردة ان شاء الله الكميات بتاعة اللي احنا عملناه في الفيديو قبل كده. اللي ما شافش الفيديو هيتر جعله احنا مشينا على خطوات عملنا بعد كده عطينا دي في وفي اللياوت بتاعنا. واصبح عندنا بالشكل ده. تمام? آآ محتاجين ان احنا نحسب كمية لكل دي. تمام? فعشان نحسب كمية للكلام ده هنروح على سي هنبدأ مسلا في الاول بالفاونديشن. هنجي كده على هنقول له اوكي. هنشوف البرامترز اللي احنا محتاجين نحطها طبعا عندنا كمية برامترز كتيرة. تمام? في برامترز كمان ممكن تتضاف آآ عن طريق بتبقى برامتر. هتلاقيها هنا سيه مسلا انت عايز تحط الابعاد طول في عرض في سمك آآ في مسلا في طول في حاجات زي كده على حسب بقى انت محتاج ايه? هتحطها كشير ده برامتر في الفامري وهتظهر معك هنا في الفيلد ده. في الاول مسلا هنضيف الكوست طبعا كل ما بنضيف بتيجي هنا في الوردر. وسي مسلا اه او مش عايزين الكوست عايزين الكونت. بعد كده مسلا عايزين الفامري. ممكن ناخد الليفل برضو. ممكن بعد كده الفوليوم او الفوليوم. ناخد الطايب ناخد الفوليوم كمان. وكده ان شاء الله يعني اللي محتاجينه في الجدول بتاعنا. هنيجي هالنسة الاول الجدول من الفورماتنج. انا اعلم على ده كله. اخليه في السنتر. اقول اوكي. هيجي كده عند الجدول عايزين نرتب بس الكونت. هنخليه بعد الفامري. والليفل مسلا نسيه خليه اول حاجة. وهنيجي الماتيريال دي مسلا هتبقى التوتال الفوليوم. الطايب عايزه بعد الفامري. كده الجدول بتاعنا جاهز. آآ الليفل هيقول لنا الليفل اللي اشتغلت عليه. بساعة ما انا كنت بحط البايل ده. والبايل ده شغال من الليفل ده. الفامري عندي اسمه آآ بايل. وعندي اسمه وعندي اسمه عايزين نرتب الكلام ده. طيب برضو نفس القصة عايزين نرتب الكلام ده. هنروح على وهنقول له اعمل لي على حسب الفامري. واعمل لي هدر وفوتر بالايه? بالتوتال والكاونت. هلو اوكي. كده عندي الجروب الاول عندي اتنين واحد واحد وعندي مجموعة بايل. تمام? الطايب برضو بتاعهم. خلنا نعمل برضو على حسب الطايب. هنقول له الطايب وهقول له اوكي. هنلاقي هو كده راتب لي البيل عندي في بايل طايب وفي بايل طايب آآ تاني. الطايب بتاع هو طايب واحد والبيل كاب برضو طايب واحد. عايزة للم الكلام ده. بحيث تبقى الدنيا مش مش زحمة كده. يقول للكاونت على طول. فهعمل الكلام ده ازاي? هاجي كده على آآ الايتمايز دي. هشيل الخيار ده. وهقول له اوكي. لمر الجدول كده. قال لي فيه آآ في الليفل فيه اسمه الطايب بتاعه اسمه برضو. الكاونت بتاعه اتنين. الكمية بتاعته تمانية واربعين. وهنا هنحط التوتل. طيب عشان احسب التوتل اللي هو عبارة عن الكاونت مضروب في الفوليوم. هاجي كده واروح على الفورماتينج وهاجي على الفوليوم. واقول له كالكوليت توتل. هقول له اوكي. كده هو قال لي اتنين في تمانية واربعين واربعة تلات ستة وتسعين وتمانية من عشرة. عايزة اطلع اجمالي الكمية دي. هاجي على هقول له جراند توتل. وهقول له سي مسلا خليه ماشي مع التايتل مع الكاونت. تمام? يبقى هو قال لي كده خمسة وتلاتين اه ايتم. خمسة وتلاتين دول. ادي كده تلاتين ودي اتنين وتلاتة خمسة. تمام? اجمالي الكمية بتاعتهم تسعمية واربعتاشر متر مكعب. عايز مسلا انا سأل موضوع شو هي. اخلي ده مسلا التوتل بس. واخلي ده مسلا التوتل بس برضو. خلاص? يبقى هنا عندي كمية للاباطمنت. كمية للبايل. كمية للبايل كاب. وعندي تحت. طيب. اه سي مسلا انا عاوز احسب الكوست بتاع كل ايتم من دول. فهاكي كده. هضيف اه سي مسلا هقول له هنا الكوست. اخلي ده كوست واحد لان انا عندي اساسا كوست. الكوست ده طبعا ممكن تبلى برضو من البرامتر اللي موجود اه في البروجيكت نفسه. بس انا مش عاوز كده انا عاوز الفوليوم. ادي له سعر اه زي ما انا عاوز. هنقسم بس ده على واحد عشان هيقول لي اليونت اه مش مزبوطة. وهضرب سي سعر اليونت سي مسلا سعر متر المكعب الخرصانة مسلا بالفين وخمسمائة جنيه. هقول له اوكي. وهقول له اوكي تمام. هيطلع لكده الرقم. هجي اعمل له فورماتينج وهقول له لان هو كده حسب بالنسبة اليونت واحد. هقول له اوكي. هيطلع لكده التمانية واربعين مضروبة في الفين وخمسمائة تديني متين واتنين واربعين الف. ودي كده الاجمال بتاع يعتبر الكمية دي كلها اللي هي التسعمية واربعتاشر. فنجيب الالة الحسبة كده. لو قلنا تسعمية واربعتاشر بوينت ستة سبعة في الفين وخمسمائة. باتنين مليون متين ستة وتمانين الف ستمية خمسة وسبعين هنا فيه بس هتلاقي شوية كسور كده فهتلاقي فرقة شوية عن الرقم ده. تمام? ده كده بالنسبة للكست او بالنسبة للجروب بتاع الفونديشن نفسه. عاوزين نروح بعد كده على اه حساب الكمية بتاعة الكمر. فهاجي كده على نقول له اوكي. سي هاخد برضو الكونت. هشوف بقى الدات اللي انا محتاجة ايه? هاخد الفاملي. هاخد برضو الفوليوم. وهاخد كمان الفوليوم هنا. وممكن ناخد الطيب كمان. اخد الفاملي في الاول. الطيب بعده. وهاخد الماتيريال تحت خلص. اقل له اوكي. هنستقى برضو الجدول بتاعي. وهيطلع عندي الجدول بالشكل ده. عندي آآ طيب تو وفاملي طيب وان. وبرضو الطيب نفس القصة احنا كده الطيب خلص مش محتاجين لان احنا ما عملناش طيب جوه الفاملي دي. فكده عندي آآ طيب هنا وطيب هنا او فاملي هنا او فاملي هنا. ممكن نعمل لهم جروبينج. ونقول له توتل. توتل انلي. واخلي دي كمان توتل انلي. يبقى قال لي عندي ستاشر كاميرا على الطيب وان. وعندي ستاشر كاميرا على الطيب تو. الكمية بتاعة الواحدة تلاتاشر وشوية. فهاجي كده على الفورماتنج وهقول له ده كالكوليت توتل. هلاقي اننا عندي متمتن وخمستاشر متر مكعب في الطيب وان وربعمية وشوية في الطيب تو. لو في حال ان انا عايز اعرف او اشيك على اي حاجة. فهاجي اعلم على ده كده واروح مسلا في بتاع السري دي فيو. هلاقي ان انا مسلا هنشغل في الطيب ده اللي هما الجنبين دول. لو جيت على ده برضو. هلاقي ان هو معلم لي على آآ الطيب التاني اللي هو كان في ده وده. خلاص. ده كده اجمالي برضو ممكن نحط له برضو آآ معادلة كمان. اللي هي الكوست وان وهاجي على الفوليوم. نقسم ده على واحد. واضربه في مثلا البريكاست كونكريت مسلا هتبقى بثلاث تلاف وخمسمية. اقول له اوكي. اجي كده واقول له كالكوليت توتل. انا الساق ده. اقول له كالكوليت توتل. خلاص يبقى انا عندي كده ستمية اتنين وسبعين. نفتح برضو. الحزب انشاك عليها. اقول له ستمية اتنين وسبعين. بوينت تمانية واربعين فيه تلات تلاف وخمسمية. يبقى اتنين مليون تلتمية تلاتة وخمسين الف ومش عارف ايه. طعم? هاجي ممكن نعمل بس ايه? آآ تنسيق كده في في الكوست ده. خلاص. ده ممكن يبقى ووسي مسلا دولار ولا حاجة. خلاص يبقى هيزهر لي بالشكل ده. نعاوز ممكن بس السابريتور. خلاص يبقى اتنين مليون تلتمية تاتة وخمسين الف وستمية وتمانين. ده كده بالنسبة للبيم او البريكاست بيم. هنخش بعد كده على البلاطات. هندور على فلور لان احنا عملينا بفلور. وهاجي هنا هجيب برضو الكاونت. وهاجي بعد كده هجيب العزي الفاميلي الاول. وبعد كده الفوليوم. وبعد كده الفوليوم. ناخد الفوليوم فوق. ناخد الطايب برضو. الطايب متالي هو اللي هيبقى اللي هيفصل لنا الحاجات عن بعضها. هقول له اوكي. هيفتع عندي الجدول كده هنسق. طبعا الموضوع يعني سريع وبسيط وما فيوش اي مشكلة. آآ عندي الفاميلي كلها اسمها فلور. في حاجة في الفلور كده تفصيلة صغيرة كنا عملناها. كنا عملنا الفلور ده يعتبر خمسة وتلاتين سنتي على بعضه. اللي هو عبارة عن خمسة وعشرين سنتي كانوا خرصانة. وعشرة سنتي اسفلت. فبالتالي عايز اضيف هنا آآ اللي هو الماتيريال نيم. فهاجي كده ادور على الماتيريال نيم. وهضفها. وهخليها مسلا بعد الفاميلي. تمام? هنسقها برضو. هقول له اوكي. هبدأ اعمل عندي طبعا اسفلت وخرصانة وحاجة زي كده. هبدأ اعمل هاجي مسلا اعمل على في الاول. خلاص. يبقى هو كده فاصل لي الاسفلت عن الخرصانة. ومحتاج هنا كمان اعمل جروب على الفاميلي. خلاص يبقى احنا عملنا كده ايه? او مش الفاميلي معلش? الفاميلي هو كل فلور. فلا هنخليها على الطيب. تمام? يبقى كده عندي اسفلت وعندي خرصانة. الخرصانة ادي كميتها. تمام? خلينا بس نعمل اه. عندي اربع بلاطات كده اه اسفلت واربع بلاطات خرصانة على الطيب ده والطيب ده. تمام? وتمانية على الطيب ده. التمانية دول فين? خلينا نبص عليهم. دول اللي هما الصيد اه ووك. طبعا هو معلش اعزوها بس المسميات اه يعني ممكن تبقى اه يعني غير اللي موجودة بس عشان كان سريعا كنا بنعمل الشغل سريع. لان الفيديو كان مطول شوية فعملناها بالوضع ده يعني. بس دي كده الصيدوك. تمام? لو جينا هنا على الفوليوم هنلاقي ان هي كمان. يعني عايزة كمان اه تتعمل لها على الفوليوم. خلاص. طيب اه اللي اتنين دول ايه? هتلاقيهم اللي اتنين اللي في الاول. تمام? واللي اتنين دول ايه? اللي هما اللي اتنين اللي في النص. خلاص. اه نفس القصة تحت هنا هتلاقي فيه اللي اتنين دول. دي قلنا خلاص الصيدوك اللي هو الطايب ده كله ده الصيدوك هيبقوا اربعة لان اتنين من كل جنب. تمام? فانا دلوقتي عشان احسب كمية اجمالية. هاجي كده مسلا على الفوليوم واقول له كالكوليت توتل. اقول له اكيه. دلوقتي هما حسب حسب ايه? حسب من ضمن الاسفلت فانا مش محتاج الاسفلت فهاجي الفلتر كده. واقول له باللي هو ايه? او الاسفلت خلاص يبقى انا شلت كده ايه? الاسفلت طلعت معي الكمية ربعمية واحد اه متر مكعب كده احنا بنتكلم في خرصانة بس. نعم? ده كده جدول الفلور. في عندنا حاجات مسلا زي عندنا النيوجيرسي دي كانت حاجات في فهاجي كده برضو نفس القصة روح عسكا دول. ايه كده دار على الجينريك. جينريك موديل. اوكي. هناخد برضو الكونت. هناخد الفاميلي. هناخد الفوليوم. وبرضو الفوليوم مرة تانية. هنطلع ده كده فوق. ممكن ناخد الطايب برضو عشان عندنا في حاجات كان فيها كزا طيب. وننزل تحت. هقول له اوكي. طيب هبدأ اعمل آآ فورماتينج للجدول ده. عندي اول حاجة البييرنج فاميلي. انا مش محتاج البييرنج فاميلي فممكن ايه نعمل لها آآ او نشيلها من الموضوع خالص. يبقى ظهر عندي الكروس جردر. الكروس جردر عندي كزا طيب برضو طيب واحد طيب اتنين. ايه جرسي طيب برضو? جرسي بارز عندنا طيب واحد طيب اتنين. خلينا نلم الكلام ده. نقع بعده. احنا ما عملناش جروب فخلينا نعمل جروب باي طيب او باي في الاول. خلاص. يبقى عندي اسمها نيوجيرسي وعندي باي آآ فاميلي اسمها آآ كروس جردر. هاجي بعد كده اقوم عامل بالطايب. نخلي ده برضو لي كده. عندي كده اتنين طيب آآ نيوجيرسي واتنين طيب آآ او اتنين طيب نيوجيرسي واتنين طيب ده عدده ما اربعة وده عدده ماربعة اللي برضو الكروس جردر عشان نشوفه برضو الكروس جردر فين. هلنعمل الفيو بس آآ شفاف شوية عشان نشوف الكروس جردر. اعلم كده على الكروس جردر. وهاجي هلاقي ادي الكروس جردر اللي محسوب. عددهم تمانية وعشرين سبعة وسبعة وسبعة. تمانية وعشرين على بعض. وادي الكمية بتاعتهم. نحسب الكمية او اجمال الكمية من هنا. وهنيجي على نقول لك الكوري التوتل برضو. نقول لك. يبقى عندي سبعة وتسعين متر مكعب خراصانة. لو حبيت احسب برضو التوتل نفس المعادلة اللي احنا لسه عاملينها من شوية. فده كده حساب الكميات سريعا. الموضوع متهيقلي بسيط. ممكن ان شاء الله الدرس اللي جاي نبدأ نعمل للكبري ده بشوية لوح وحاجات زي كده. ويعني ان شاء الله هنكمل البروجيكت ده لاخره. ياريت اللي ما شافوش يرجع من الاول او من بداية ما بدأنا نعمل. لحد ما ان شاء الله هنعمل بتاعة البريتش بالكامل على اساس يبقى كرس كامل في القناة. ارجو ان انتو تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.